يلقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم كلمة مصر أمام أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت علوان إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي وذلك بهدف تعزيز العمل المشترق نحو تحقيق أجندة عشرين ثلاثين وأهداف التنمية المستدامة بما يحقق السلام والازدهار والتنمية للجميع لسيما في ضوء التحديات العالمية المتشابكة التي من شأنها تأثير على وطيرة تحقيق تلك الأهداف